حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم أنه لدغ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر مخلق لم يضرك قال سهيل فكان أبي إذا لدغ أحد منا يقول قالها فإن قالوا نعم قالك أنه يرى أنها لا تضره